تشهد الحملة الوطنية للتطعيم قبالاً لافتاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ نحو 592 ألف شخص فيما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية أكثر من 463 ألف شخص حتى مساء أمس السبت هذا وجددت الوزارة دعوتها لضرورة مواصرات الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للجميع بما فيهم المتطاحمين لافتاً إلى أهمية وقف التجمعات العائلية ومراعاة التباعد الاجتماعي كوسيلة هامة لخفض معدلات انتشار الفيروس اشتركوا في القناة